اشهر عديدة مرت على ظهور فيروس كورونا ثم وصوله لاحقا الى بلادنا كانت مليئة بالاحزان والحرقة لفقدان كثيرين كانوا للامس القريب بيننا وضحكاتهم تملأ اوقاتنا ومع كل المرارة وخلافا للمنطق وحسابات العلم والعقل لا يزال الكثيرون غير مدركين لخطورة الوضع بشكل جعلوا فيه الفيروس وما رفقه من تداعيات مادة للسخرية والتندر وصلت في احايين كثيرة الى حد الاسفاف والاستخفاف بالام الاخرين صحيح ان العراقية معروف بحبه للنكتة وميله لاخذ الامور على محمل بسيط وصحيح ان اكتراثه واهتمامه بالمخاطر اقل من غيره بسبب ما عيشه من اهوال لكن ما شهدناه على مدى اشهر ثقيلة اوصل رسالة ان الاستخفاف بخطر الفيروس من جهة والسخرية من الممتثلين للتعليمات والتدابير الصحية من جهة اخرى لا ينتج عنه الا المزيد من الضحايا العجيب بالامر ان اي بيت تقريبا لا يخلو من حالة وفاة او اصابة ان لم تكن لاصحاب الدار فلجار او صديق او قريب والاعجب ان وسائل الاعلام تكشف كل يوم عن حصيلة مفجعة ضمت في اوقات كثيرة اسماء لامعة محلية وعربية وعالمية بمجالات الرياضة والفن والسياسة والادب وغيرها من دون ان تحرك وازع الضمير او غريزة الحرص والحذر لكن كل ذلك لم يكن عائقا امام المستخفين بالفجعة الذين واصلوا ما يطلقون عليه محليا بالتحشيش في مواقف بعيدة كل البعد عن الكوميديا ويواصلون يوميا نشر الوباء بيننا غير مراعين لحجم الكارثة القريبة ومع استمرار الخطر والمتسببين به واصرارهم على تصرفاتهم المخالفة للقانون والقيم والعادات وحتى توصيات الجهات الدينية فان الوضع يتطلب تحركا سريعا من قبل الجهات المعنية يكون عنوانه الشدة في التعامل والحزم في تطبيق الاجراءات لان استهانة هؤلاء لا يقتصر خطرها عليهم وحدهم ولوضع حد للوباء ومنعه من ممارسة هوايته بحصد ارواح الاحباء